سلام لبنات ان شاء الله كل مرة بخير وصحتكم على خير اليوم جيتكم بوصفة قنبولة قنبولة في الذوقية لبناتها روعة 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 عجبت لكم حلوة لقطايف هذه الحلوة تعتبر حلوة جيفة بزيف بنينة بزيف بزيف نتمنى تجربوها واكيد تشاركونا تجاربكم في رابط المجموعة لحنا لبنات شح نقول لكم تابعوا مايا بشوفوا مع بعض طريقة التحضير والمقادير اللي راح نستعملها في هذه الوصفة بسم الله على بركة الله وشو عندي عندي صفار بيضتين وبيضة عندي ثلاث ملاعق قنشا وثلاث ملاعق سكر نعن عندي علبة مقارين نستعمل لابيل 250 جرام وعندي اكيد راح نستعمل الخامرة الكيميائية راح نستعمل ورشة فقط وعندي الفرينة بطبيعة الحيل باش نجمع الخاليطة التانى هنا وش راح ندي اللبنات هنا راح نحط المكونات كامل مع بعض كما راكم تشوفوا نحط النشام ونحط سكر غلاسي ونحط الماقارين ونحط صفار بيضتين وبيضة كاملة هكذا اللبنات هلاني نعود لكم في الهدرة باش يعني ما تنسوش المقادير وهنا وش راح نستعملو نستعملو لهنا الزيت هنا وش راح نستعملو لغير ملعقتين فقط كبار كامل المكونات كما راكم تشوفو هكذا باش ما يترليش هذك الانشاو سكر ومبعدان بدا نخلط عادي بالباتير ولا بيدك والله وش عندك لبنات استعملو هنا كما قلتها ديما ونعودها وش عندك استعملي عندك العجين استعملي عندك الخلاط الكهربائي استعملي عندك يدك اخدمي بها مش مشكلو تقدري تخدمي عادي هنا لازم نخلط مليح البنات حتى تحصل عليك الخليط الكريمي باش نبدأ نضيف الفرينا والمكونات الأخرى وكما قلتها ونعودها ديما البنات اي وصفة راكم حبينها تكون في القناة فقط خليوا لي تعليق راح نلبيكم الرغبة تتوعكم كامل ونعطيك كامل الوصفات اللي راكم حبينها هنا البنات شوفوا نورجوا الوصفة تعنا بعد ما خلط تمليح الهنا كامل المكونات والتي عندي كريمة راح نبدأ لهنا وش نحن نضيف هنا عندي ثث ملائق كبار من الكوكيو ومرحية متوسط ضفتو باش يعطيني واحد القرمة شاكين كنو كل نحس بلقو هديك تاع الكوكيو ولهنا ضفت الفرينا وشوفوا الخميرة البنات قديش هنضيف هنضيف فقط يعني راشة مش بزيف ملعقة صغيرة من الخاميرة الكيميائية وهنا نبدأ نجمع الخالي التاعي هنا كيما قلت لكم ديما البنات باش ينجح معاكم اي صابلي وميخرج لكمش الزيت طموا فقط البنات مش ترحوا تعجنوا العجينة تاعكم موعدات العجينة تاعكم راح تطلق لكم الزيت راح كدخلوها في الفورن تتكمش ماش ما ما تديش هذك الشكل تاحا ما تعطيكمش نفس الشكل هنا كيما قلت لكم ديما البنات طموا فقط يعني هنا ما راح نخبي عليكم حتى سر من الاسرار تعلمي هنا حنا نبدو لكم كيفة الاسرار برب ان شاء الله فقط دعوت خير هنا بعد ما لميتها كما راكم تشوفون وخليها شوية ترييه كما تعرفوا اللي طيبو في مول السيليكون ديما خليهم تريين هنا نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح ربع ساعة ولا نسب ساعة هنا كما قلت لكم ديما العجينة تاعكم قدما تريح البنات راح اطوعكم في الخدمة وتعطيكم يعني حاجة تهبل تهبل في الاخر هنا وش عندي؟ عندي كمية للقطايف هنا راح نفتح دوك القطايف معاكم البنات وندخلهم للفورن يكونوا مستخنة على درجة حرار 180 شعلهم من الاسفل يتحمروا مع التحريك منضيف لهم حتى حاجة البنات ونضيف لهم لا زبدة لا حتى حاجة واخرى فقط هكذا باكم نحمصهم هنا عندي هذا المول اللي كنت خدمت معاكم من الوصفة السابقة به راح نحط لكم من الوصفة اسفل الفيديو ومكاشني ما عندهش هذا المول لهو متوفر وثمن تاعو يعني في متناول الجميع فاميل ونتيشاريته هنا نضير عيني ميزاني فقط لبنات وانما وشنهي ما نعمرش الحبة تعيب كثير لانو الوصفة تعيب فيها الخميرة عفون لبنات راح ديت الضعفة معايا شوية هنا نعمر كامل اللي مو تتابعنا نعمرهم ونسخن الفرن على درجة حرمية وثمانين ندخل الحلوة تعيب من الاسفل ونشعلها من الفوق تتحمر ونرجع ونكملوا الوصفة مع بعض اللي هنا لبنات تسمحوا لي اراني غرنا غلط في اليوم اراني صايمة وحكم علي القهوة خليوني برك هنا بعد ما دخلتها كما راكم تشوفوا واتحمرتلي راح تتحمر معاكم البنات هنا يمزلت سخونة تغلي بشني اللي بنات انا نزرب بزيف الخدمة على جال باش نصوروا منها انتوما اللي بنات خليوا الحلوة تعكم تبرد باش كيتخرجوها من المون متكسرش معاكم ثم خليوها تبرد بس كنتوما ما كمش راح ينتصوروا ولا انا لازم نكتب شوية باش نربح شوية وقت هنا كما راكم تشوفوا ونحن كامل البنات ونحطهم في صحن ونكملوا مع بعض المرحلات هنا نشوفوا كيفش طابلي طابلي تحمر لي اخذ ذاك اللون الاحمر هنا نلقى افتاعي بعد ما تحمصوا لي عندي طوفيا لحن زين بها وعندي مربع المشمش لحن نخدم به هنا نشوفوا البنات وش راح اندي هنا نجيب الحباتي كما راكم تشوفوا نطلعها كامل بالمربع يعني راح نضير غاف بالبنسو فقط هنا اللي تحب تغطس الحباتيها تغطسها نورمال في المربع وتوليد هزها برك وتقطرها وهنا نرمدها في هذا القطايف كما راكم تشوفوا القطايف ان يحمصهم البنات وفي الثقب في الواسطة الناحي القطايف ما نخليها مش البنات ونجيب نعمرهم اللي هنا بالطوفيا كاراميل اللي هنا البنات لي ما حبش تستعمل طوفيا وما تحبش طوفيا تقدر تستعمل سوبر كريم متاع ذوق الكارز ذوق الفاراولا اي ذوق تحبه تقدر ما متستعمل شكل الطلاق تقدر تستعملها هنا انا اعطيتك فقط كما نقولوا اعطيتك نبذة عن عن الحلوة هذي اعطيتك وش استعملت انا انا استعملت طوفيا كاراميل انتي استعملي وش تحب انتي ما تتقيديش بيا ولا وش استعملت انا هنا اعطيتك انا اعطيت الطوفيا كاراميلة او شوية بارد ذوق واحده يتبالي يتبالي طوفيا تاعدك يتبالي ياخذ الشكل تاعد ثقب هنا نزيد معكم حبة كما راكم تشوفوا شوفوا اللي بنات اعطيتها كامل حتى بالثقبة هذيك ونجيب الرمض هلا هنا في القطايف كما راكم تشوفوا ثقب كما راكم تشوفوا بالكاراميل يعني هنا راهو كلش واضح لبنات ويعني راهو الوصفة تعنا واضحة وسهلة جدا جدا يعني صدقوني والله ثم والله ثم والله هي اللي بنات كنمدلكم الوصفة من نقص منها حاجة ومن زيد فيها حاجة غير نمدلكم واش درس بالتفاصيل ويعني وصفتي سادقين وعلى ضمانتي ونشكر ديما اللي بنات اللي لم يجربوا في وصفتي اذا هذي وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله تكون نيلت اعجابكم انا مئتين وخمسين قرام ماغارين طيحت لي ثلاثين حبة احنا وش نقول لكم لبنات نعطيكم سعر البيع كتحبت بيعوها بيعوها على 5000 فرنك يعني 5000 وش نقول لبنات اذا اعجبكم الفيديو متنسيوش تخلي بلي جاي من الفيديو او كومنتير تقول لي وش عاكم في الوصفة والى الملتقى ان شاء الله في وصفة قادمة